اهلا بكم اسرية الغالية ومع الجزء الثالث زي ما حضراتكم شايفين الودن اللي كانت مكسورة لما لحمناها سيبناها حوالي اكتر من اثناشر ساعة ونشفت وبقت كويسة ومية مية والحمد لله بالعالمين هنجرب دلوقتي قدينا نقفل في الغطى اللي هو غطى الحدافة نقفله كويس جبنا الشامبرين حطناهم في طبقة كده وحطنا عليهم زيت وهنشير الشامبرين القدام من البستم هنجيب الشامبرين الجداد وهنركبهم بالراحة كده واحدة واحدة عشان ما يتكسروش منك هنركب الشامبر اللي هو من تحت خالص هنعديه الاول لازم يجي في الفتحة اللي فوق وسقطوا بالراحة لغايتنا ما نزله تحت اهم حاجة تكون حارسوا انت بتركب كده انا بحط لهم زيت عشان خاطر يبقوا ايه كويس يعني اعرف اركبهم من غير ما يتكسر ولا ايه يجري لهم ايه حاجة خلاص كده احنا اه جبنا الشاكوش سندنا عليه النص المطور هنركب البنز التيلة اللي هي بتصد في المسورة اللي بتبقى ركبة في السيبيكا اللي بتبقى ركبة في عمود البيل هنيجي دلوقتي هنحط سيليكون زي ما احنا متعودين سيليكون قليل كده اثبت به الجوان ياريت يا جماعة اللي بيشوف الفيديو ده الاول مرة ما ينساش يعمل لايك واشتراك للقناة ويفعل زر جرس عشان يوصلوا مني كل جديد في عالم المحشات بعد ما ركبنا الجوان بالراحة كده بنميل المطور عشان نركب البستم تمام كده يا جماعة هندوس على المسورة شوية كده واجب لها البنز الصغير ده التيلة الصغيرة هركبها وهو ماسكها بالبنز الصغيرة بالراحة كده وانت بتركبها ركبناها يا جماعة وتأكدنا بالمفك وحركناها لانها تحركت في المابيات بتاعها بالراحة كده مسحنا الشميز وثبتنا الجوان مكانه كويس وهدينا بنركب بالراحة كده وانت بتركب الشميز دي هي دي العدلة بتاعته بالراحة كده بعد ما سقطناه بنركب المسامير اربط صليب الاول عشان خاطر ما يفتحش معك من جنب ويبقى مقفل من جنب بنربط المسامير الاربعة ونأكد عليهم كويس اللي هم بتوع الشميز تمام يا جماعة عشان ما نديش يعني فرصة ان يبقى فيه حاجة كده تسرب الهواء او تنفس وده هيأثر على شغل المحشة هنركب دلوقتي الكلاتش الجديد اللي احنا جايبينه هنحط الوردتين من تحت بالراحة كده هنثبت المسامير بوردة المسافة كل المسامير لوردة المسافة بالراحة كده هنأكد عليهم بالمفتاح بتاع الوجوه هي السامولة دي او المسامير ده مقاسو 17 بالراحة هنعط المفاك بالراحة ونخلي الحمل بتاع المفاك على الغطى بتاع الحدافة على اساس انها لو تكسرت لقدر الله يبقى يعني ما تقصرش على الودن اللي احنا لحمناه بالمادة معانا التانك البنزينه هو جديد يا جماعة هنثبته بمسمرين في الفرغة هو يا جماعة خلاص كده وان شاء الله يا جماعة انتظروا مني الجزء الرابع